ينضم إلينا الآن مباشرة مشاهدين من بغداد المحل السياسي أمير السعدي دكتور أمير مرحبا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية أبدأ من حيث ما شهده مجلس النواب من برأيك له المصلحة بعرقلة انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي هدفها مناقشة نتائج الانتخابات مساء الخير عليكم وعليكم المشاهدين وقناتكم الكرام طبعا الأمر واضح جدا ولا يحتاج إلى تبيان كثير كونه هناك بعض الكتل التي شابت عملية الإجراء في تسويق نفسها للشارع العراقي عبر صناديق التزوير وليس عبر صناديق الاقتراع وبالتالي شرائز الزمم أو الجبار أو في بعض الأحيان شراء ظمم موظفي مراكز الانتخابات أو المفوضية إن كان داخل العراق أو خارجه هي من يدفع بهؤلاء لعدم حضور وإفشال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب بل حتى هناك كتل لا أريد أن نذكر الأسماء كونها من الكتل التي تحاول جادة إلغاء الانتخابات لكن هنا نتكلم عن بداية خروج النتائج بعد إعلان النتائج كانت تنادي بأنها ستذهب إلى إلغاء النتائج أو تطلب أقل تقدير بعادة فرز وعد 5% من صناديق الاقتراع يدويا لكنها الآن أصبحت ترطب الأجواء ولا تريد أن تلغي العملية الانتخابية ولا تريد أن تذهب حتى إلى العد والفرز اليدوي بل ترى بأن عليها أن تذهب إلى عملية الطعون بشكل قانوني وبهذا نرى بأنه سيبقى هذا السجال وهذا الكر والفر بين الكتل الفائزة والكتل التي قد زورت ذمم الناخب العراقي هي من الآن تجتهد بعدم الإعقاد حتى جولة يوم الاثنين القادم طيب مئة نائب دكتور أمير قدموا شكوة إلى ممثل أمير العام للأمم المتحدة يان كوبيتش ما الذي ستفعله الأمم المتحدة إذا كان النواب أنفسهم يعرقلون إنعقاد جلسة مجلس النواب وفق السياقات القانونية حتى لا يتم مناقشة هذا الأمر أحسنت وهذا سؤال مهم جدا وأذكر حتى مع عدم وجود عفوا قانون يسقط أي عملية انتخابية لعدم وجود شرعية بها أما بالعزوف أو لوجود شبهات لكن الأمم المتحدة ما زالت لديها مظلة إشراف واضح أولا للعملية السياسية على رمتها والعملية انتخابية على وجه الخصوص والأسيامة هي التي ما زالت تقدم التقارير سنويا عبر اليونامي إلى مجلس الأمن حتى ترعى العملية السياسية بشكل واضح لأن ما زلنا لحد الآن وأذكر هذه نقطة مهمة قانونيا تحت مظلة الفصل السادس وبالتالي باستطاعة كويبيتش أن يطعن بشرعية هذه الانتخابات لكن من الناحية القانونية داخل السلطة الدولة العراقية لا يمكن إلغاها لكن ممكن أن يطعن بشرعيتها وبالتالي سيكون أمام المجتمع الدولي التدخل لأن ما زلنا تحت مظلة هذه الإشراف والفصل السادس بالتدخل واحتمال حتى لقدرة وأذكر هذه نقطة جدا خطرة باستطاعة الدول الرائعة لهذا الأمر يعني على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن تنقل العراق مرة أخرى إلى الفصل السابع وتدخل بالقوة إن استلزم الأمر لكن لن نصل إلى هذا الموضوع لكن نتكلم من ناحية الإشراف القانوني للأمم المتحدة والتقرير الذي سيقدمه كويبيتش وأعتقد أن كويبيتش لا يلجأ إلى الطعن بمشروعية هذه الانتخابات بل سيبقى على حد الوسط والحياد بل سيعطي بعض النتائج والحقاق التي شابت هذه العملية لكن لن يطعن بشرعيتها وبالتالي سيضغط على الطبقة السياسية بالعراق بالتوجه صوب التسوية السياسية بين الفرقاء الشركاء في عملية الانتخابات الحالية لو ذهبنا بالسيناريو إلى أن هناك طعن دولي بهذه الانتخابات إذا ما توفرت الأدلة الدامغة مثل ما ترد بعض الكتل السياسية بأن هناك أدلة دامغة لوجود تزوير كبير بهذه الانتخابات إذا ما ذهبنا بالسيناريو سريعا أرجوك هل سيتم تغيير هذا الأمر وربما الاستماع على الكتل التي تطالب بإلغاء نتائج الخارج على الأقل أو حتى إلغاء العملية برمتها أحسنت هذا ما ذكرت أنا بموضعة التسوية أي التسوية بين الفرقاء الشركاء حتى يتجنبون الدخول بصراع جديد مع الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمين وعملية التغطية على عملية التزوير أنا أؤكد لك مثل ما شهدنا في عبر الشاشات وعبر مقاطع الفيديو بل شهادات حتى بشكل مباشر من بعض قادة الكتل وزعاماتها بأن حصل التزوير جهارا نهارا ولا يمكن إخفاه هذا الأمر وبالتالي الآن يمكن أن تنتقل هذه الطبقة السياسية اليوم إلى عملية الذهاب أولا إلغاء جزء لبعض التصويت الخارج وإلغاء لبعض صناديق اقتراع التصويت الخاص وأيضا المشروط وبعض المراكز الوهمية لما يسمى بمناطق التغيير الديومغرافي وبالتالي ستلجأ بعض الكتل إلى عملية الترضية بإعطاء مقعد لهذه الكتلة على أن تخذ مقعد من كتلة أخرى وهكذا دولك لكن على شبء لا تلقى هذه العملية بشيء غمتها وهكذا ونحن نتحدث عن هذه التسويات بإعطاء مقاعد من هنا وهناك كيف تقرأ دكتور الساعدي التحالفات التي تجري قرأنا بأن هناك تحالفات يجريها أو تجريها يعني كتلة دولة القانون بلقاءات مع تحالفات أخرى آخرها ربما إرادة وكفاءات وغيرها هناك أيضا إلى الجانب الآخر تحالفات تعقد كيف تقرأ هذه الخارطة من التحالفات إذا ما كانت هناك خطوة متقدمة لإحدى تلك التحالفات سريعا أرجوك طبعا بين موازين القوى الداخلية والخارجية هناك لا ننسى بأن هناك عملية مشورة تقدم من أطراف إقليمية وأطراف دول يليد تمضيت والإتمام شراكة الفرقاء الشركاء بالكتلة الأكثر عددا حتى تمضي عملية تشكيل حكومة وبالتالي الطرف الذي تقوده سايرون وهي الكتلة الفائزة الأولى مع النصر بمحاولة استقطاب الكتلة العربية السنية إلى صفها محاولة بكتلة الغالبية السياسية التي تمثل بدولة القانون بعملية الاستحواذ على أصوات ومقاعد الكرد حتى يمكن من خلالها أن تنفذ إلى تشكيل الكتلة تشكيل القاعدة الأقوى أول مرة لأنه ليس بيستطاعتها لحد الآن تشكيل الكتلة الأكثر عددا لكن تشكيل قاعدة الانطلاق يعني مثلما أطلقت سايرون مع النصر مع الحكمة واحتمال كتل أخرى القاعدة الأولى التي تشكيل بحدود 96 مقاعد لدى الطرف الآخر أيضا قاعدة يمكن أن تقترب من 90 مقاعد يمكن أن تنطلق الآن لجذب باقي الكتلة المتوسطة الصغيرة وحتى الاجتماع الأخير لدى عقد السياد المالكي لن يؤثر كثير لأن ما تمتلك كتلة الإرادة وكتلة الجبوري لا تتعدى إلا أربع مقاعد أشكرك شكرا جزيلا من بغداد المحل السياسي الدكتور أمير السعدي شكرا لك